موسيقى يا هلا ومرحبا فيكم كف عينك عن رزق غيرك ترزق عبارة تتردد كثيرا على مسامعنا كم من اجتهد لنار رزقه وكم من رضخ للجانب السلبي وأوقف سعيه الذاتي نحو رزقه واستحقاقه للخير من الله عز وجل كم من لديه الكثير والكثير ونعمة الله محاطبة في كل الجهات وبالرغم من ذلك ما زال ينظر ما بيد الآخرين من خير ورزق ويتمنى أن يكون له حق في أخذه أو استباقه له لا تجعل من ذاتك جدار بين العزيمة والسعي لا تتردد في كل يوم تأتيك كلمة أو تسمع صوت يرشدك لطريق رزقك أحيانا يتجسد على هيئة شخص قريب منك وأحيانا على هيئة مقطع فيديو وأحيانا رسالة في هاتفك النقال لا تبخس النفس حقها بالكسل وعدم الاستمرار في كسب رزقك بنفسك لا يوجد أفضل من أنك تطلب رزقك بنفسك لماذا؟ لأنك الشخص الوحيد الذي يعرف ماذا يريد ويدرك الطرق المختصرة لذلك وإن كنت لا تدركها تعرف عليها جرب لي مرة ومرتين وثلاث استمر حتى تصل وإذا كنت تريد استشارة أهل الخبرة في نفس مجالك لم لا؟ على العكس تماما فهذه الخطوة تكون ميسرة وستسهل عليك لقد خلق الله تعالى المخلوقات وأحصاها عددا ورزقها من فيض خيره فلم ينسى من فضله أحدا ومن المعلوم أن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى وأن الواجب على الإنسان أن يسعى وأن يأخذ بالأسباب وكل ميسر لما خلق له والرزق كله بيد الله سبحانه وتعالى يقسم على عباده كما في قوله تعالى هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون الله سبحانه وتعالى ذلل لنا الأرض بما فيها وأمرنا أن نسير في أرجائها وأن نبحث عما أو دع فيها من الخيرات التي جعلها الخالق متنوعة بحسب تنوع العصور والأزمان وبمقدار تنوح حاجات الإنسان ومطالبه فمن يرغب في زيادة ربحه وكثرة فائدته فعليه بالسعي والإجتهاد في اجتناء الخيرات وأن يستشعر الجدة والنشاط وأن يطرح العزة والكسلة والتواني وهي سنة الله في خلقه ولم تجد لسنة الله تبديله غالباً الشخص المسوف لمسألة الرسق لا يعمل أبداً في البحث عن رسقه الخاص وهناك آخرين يعلمون بأنهم في طريق التسويف لأنفسهم وهم بحاجة لمساعدتك أو مساعدتنا جميعاً لذلك سوف أقدم لك عدة نصائح للبحث بها عن شغفك ومصدر رسقك الخاص بك أولاً عليك بكتابة ما هي أكثر الأشياء التي تفضلها ولو كان لديك مبالغ ضخمة من المال في ماذا سوف تنفقها؟ اكتب واملأ ورقتك تأكد ما يظهر بها خلال هذه المدة على الأقل واحد منهم سوف يكون باب رسق لك ثانياً اسعى في البحث عن هذا المجال سواء كان على شكل وظيفة أو في قالب مشروعك الخاص فاتش عن الفرص ونصيحة ابدأ بأبسط فالأعلى حتى تتدرج وتشعر بطعم الإنجاز ثالثاً اشكر الله على جميع نعمه عليك فالشكر مرتبط بزيادة الخيرات والوفرات في حياتنا ولا تنسى أن تبارك لأصحاب المهني والمشاريع المشابهة لمهنتك ومن الممكن أن تكسبهم شركاء نجاح في المستقبل لا تعلم ماذا يخبأ لك المستقبل رابعاً ابدأ ماذا تنتظر التسويف هو عدو الرسق وإذا فقدنا الرسق غالباً راح نشاهد ما بيد الآخرين متمنين أنه لنا ابدأ الآن وابدأ فوراً بأبسط الطرق وأقل التكاليف واشاهد كيف رعمة الله ورعايته ستكون محاطة بك في كل وقت نعلم أن الخطوات ليست سليسة وأنك حتماً ستجد الصعوبات ولكن إلى متى سيكون هذا الخوف من التقدم والبدء موجود ومستقر في دواخلنا إذا لم تتقدم وتسعى لنيل الرسقك فهناك آخرين سوف يكونوا سباقين لنيل خيرات الله دمتم في حفظ الرحمن ترجمة نانسي قنقر